تسعى إيران إلى الظهور أمام العالم وكأنها حمل وديع ودولة محبة للسلام إلا أن أنشطتها الإرهابية وسلوكها المزعز على الاستقرار ما زال يجري على قدم وساق وفق لتصريحات الإدارة الأمريكية أنشطة إيران تلك قابلتها سلسلة حوادث استدفت معظمها قطاعات لوجستية وابنا تحتية مهمة بدأت منذ أواخر العام الماضي عازت طهران معظم أسبابها لأعراض فنية وتقنية فمن حريق التهم مصنع للمواد المتفجرة في محافظة أصفهان إلى آخر عند مدخل بوشهر التي تضم محطة نووية وآخر التهم سبع سفن في الأقل في ميناء المدينة نفسها ليلة انفجان في مفاعل نتونز اعترفت السلطات بأنه عمل تخريبي يستدف البرنامج النووي الإيراني فضا عن موجة حرائق في شركات ومصانع استبعد مراقبون أن تكون عرضية وأن الغرض منها استنزاف جهات خارجية للقدرات الإيرانية بعيدا عن المواجهة العسكرية المباشرة آخر تلك الحوادث هو غرق أكبر سفينة إيرانية تدعى خارج في خليج عدن بعد اندلاع النيران فيها سفينة قالت إيران إنها مخصصة للدعم قبل أن يكشف المعهد البحري للولايات المتحدة في صور مأخوذة بالأقمار الصناعية عن وجود معدات عسكرية وزوارق حربية مجهزة بطربدات وصواريخ محملة على ظهر السفينة الغارقة وهي نفسها التي استخدمها الحرس الثوري الإيراني لمضايقة السفن الأمريكية في الخليج في المدة الماضية لم ينتهي الأمر هنا فبعد ساعات فقط من غرق السفينة شبت إيران في ثمانية عشر خزانا في مصفات طهران التي تعد من أبرز المحطات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية اللائحة الطويلة من الانفجارات والحرائق التي يكشف رماد نيرانها ما تخفيه إيران من أنشطتها باتت تعرقل إمكانية الوصول إلى توافق دولي يتيح رفع العقوبات عنها فضلا عن كون تلك الحوادث باتت تثير علامات استفهام لدى الداخل الإيراني المتذمر من سلوك نظامه الحاكم بعد أن أطاح به الفقر وتؤكد تلك الحوادث هشاشة البنية الأمنية وإمكانية اختراق أكثر مرافق البلاد حساسية ومهجمتها